الموعد الإخباري من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تفتتح في الجزائر العاصمة الأحد الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مستوى رؤساء المجالس البرلمانية الإسلامية وقبيل جلسة الافتتاح انعقدت صباحا الدورة الرابعة والعشرون للجنة العامة حيث أكد لمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة محمد قريش نياس في كلمة له أن الدورة الحالية للمؤتمر تنعقد ضمن سياقات وتحديات دولية معقدة تتطلب مواجهتها عملا برلمانيا جدا هذا وتشهد دورة المؤتمر هذه مشاركة أكثر من خمسة وثلاثين برلمانا واثنين وعشرين رئيس برلمان ويشكل احتضان الجزائر هذا الحدث علامة فعرقة في مسيرة الاتحاد ومحطة جديدة في تاريخ العلاقات البرلمانية الإسلامية الإسلامية تنعقد الدورة الحالية للمؤتمر في مرحلة تاريخية دقيقة تشهد فيها ساحة الدولية أزمات بالغة التعقيد والتشابك تتطلب لمواجهتها عملا برلمانيا جدا يلبي آمال الشعوب التي نتشرف بحمل أمانة تمثيلها والدفاع عن مسالحها في الحصول على حقها العادل في السلام والتنمية وتوفير فرص العيش الكريم في ذل منظومة دولية عادلة من جهته أثنى رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي الذي يشارك في أشغال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الدور الجزائرية اللافتة داعم للقضايا العادلة تشرفت اليوم أنا والوفد النيابي الأردني بلقاء الأخ الكبير والمربي الفاضل المجاهد معالي رئيس مجلس الأمة الجزائري هذا شرف إلنا بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى الجزائر ولقاء فخامة الرئيس الجزائري دائما الجزائر تنعم بملف مهم جدا وهو الحرية وضد أي استعمار فكل التحية للشعب الجزائري العظيم الذي قدم مليون ونصف المليون شهيد ضد الاستعمار ومن أجل حرية الأجيال الجديدة الموجودة اليوم أمامنا فكل الشكر لكم جميعا ولكل جزائري ولكل جزائري أنجبت شهيد ولكل جزائري رب شهيد فهذا الدم روى في الأرض الجزائرية وهذا اليوم لمسنا لما نجينا على الجزائر عندما نزلنا من الطيارة لمسنا الكبرياء والأنف الموجودة عند الشعب الجزائري فلكم كل الشكر كما شددت الوفود المشاركة على مركزية القضية الفلسطينية حيث يولي لها المؤتمرون أهمية كبيرة خاصة في ذل التطورات التي تشهدها فلسطين تكافح منذ أمد طويل وماليزيا تساندها منذ زمن أظن أن العالم لابد عليه أن يستنكر الاعتداءات التي تقوم بها حكومة الكيان الصهيوني الذي لابد عليه تحمل مسؤولية ما يجري هناك لابد للمجتمع الدولي أن يعطي أهمية بالغة لهذا الأمر كما ننادي إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات القمعية قضية فلسطين كان محور قضية من قضايا الهامة التي تطرحنا جمهورية السومال وأكدنا على هذا لأن قضية فلسطين ستقوم على أساس إسلامية وإن شاء الله سنؤيد وسنكون هذا من دمن قرارات التي نتحدث البرلمان السومالي كمان وفي إجابتها عن سؤال للجزائر الدولية دعت غلوريا فلوريس رئيسة البرلمان الأنديني وعضو مجلس الشيوخ الكولنبي إلى تجاوز الوضع الاستعماري في المنطقة وإعطاء الشعوب حقها في سيادتها فلوريس شددت على أن عديد الدول في أمريكا اللاتينية تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية وتدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لازلنا في القرن الحادي والعشرين نجابه تحديات وإشكاليات كبيرة تتجسد في الوضع الاستعماري في منطقة أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا لابد علينا نتجاوز هذا الوضع ونضمن حقوق الشعوب في استرجاع أرضها ثقافتها استقلالها وسيادتها هذا المسعى الذي نتشاركه جميعا في المنطقة ففي أمريكا اللاتينية هناك دول عديدة تدعم نضال الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره دول المجتمع الأنديني كولومبيا، بوليفيا، إكوادور وبيرو هذه الدول الأربع تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية وتقيم علاقات ديبلوماسية طبيعية معها استشهد شاب فلسطيني من نابلس فجر اليوم برصاص مستوطن شرقي قلقيلية في الضفة الغربية وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر أمنية باستشهاد الشاب كرم علي سلمان صاحب الثمانية عشر عاما من بلدة قوسين غربي نابلس برصاص مستوطن قرب مستوطنة كادوميم المقامة على الأراضي المحتلة كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب آخر متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الخميس الماضي في جنين في الأثناء نفذ مستوطنون سلسلة من الاعتداءات على المدن والمنازل الفلسطينية واقتحموا بلدة ترمس عيا بمدينة رامالله وأحرقوا منزلا ومركبات فلسطينية هذا وأدنت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد المواطنين المقدسيين المدنين العزل معتبرة إياها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقية جنيف وعقوبات جماعية امتدادا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين مضيفة أنها تعبير واضح عن أزمات حكومة الكيان التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني الخارجية الفلسطينية في بيان لها طالبات المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآلية ملزمة تجبر حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية تمهيدا لإحياء المصار السياسية التفاوضي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصل وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يومين في إطار جولة يقودها بالمنطقة وبحسب جدول الزيارة المعلنة يكمن الهدف من الجولة في التشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من المحاور الدولية والإقليمية بما فيها الحرب في أوكرانيا الملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية وتأتي زيارة بلينكين وسط تصاعد الأحداث الدامية في القدس والضفة المحتلتين وذلك عقب ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني مجزرة جنين التي خلفت استشهاد عشرة شهداء خلال يومين اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبا زيارة الوفد الإيطالي رفيع المستوى تأكيدا لجدية شركاء الشعب الليبي في دعم سلمية العملية السياسية ومنع عودة الحرب بين الليبيين من خلال مساندة مصاري الانتخابات أدبيب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي ثمن الجهود الدبلوماسية التي تقودها روما داخل الاتحاد الأوروبي اعتصالاتها المكثفة مع دول جواري أو دول جواري ليبيا والأطراف الدولية ذات الصلاة من أجل الحفاظ على الإجماع الدولي والإقليمي الهادف لاستقرار ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة الإجماع الدولي والإقليمي والذي يهدف لاستقرار ليبيا هذا الاستقرار سيدي إلى انهاء المراحل الانتقالية والعبور إلى الاستقرار الدائم عبر انتخابات وطنية نزيهة وشاملة وعبرنا بوضوح عن دعمنا لجهود البعتة الأممية وجهود المبعوث الخاص السيد عبدالله باتلي اليوم نحن نرى موقف إيطالي واضح يضع على سلم أولوياته تأمين الأوضاع في البحر المتوسط وتخفيض التوتر بيننا وأكدنا للسيدة ميلوني تقتمها في قدرة إيطاليا على العمل في هذا الاتجاه خاصة بعد جهودها المبدولة لتقريب وجهات النظر بين الدول المعنية بدعم السلام في ليبيا في تونس أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى نحو خمسة في المئة في حدود الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام الناخبين للتصويت لاستكمال انتخاب بقية أعضاء البرلمان بعد الدور الأول الذي جرى في السابع عشر ديسمبر الماضي محطة تاريخية في تاريخ تونس ضمن مسار ترسم المؤسسات الدستورية انطلقت بفتح مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها اليوم أمام الناخبين للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية استكمالا لبقية أعضاء البرلمان ما يزيد عن سبعة ملايين ناخب تونسي مدعوون للمشاركة في الجولة الثانية للتشريعيات مع دعوات متعددة للمشاركة الفاعلة في إنجاح هذا الاستحقاق الأمام الجديد ممكن يغير ممكن يغير يجب المواطن التونسي يتغير في تفكيره المواطن التونسي يجب يكون مسؤول المواطن التونسي يجب يكون فاعل ما يبدأش يطلب أن يطلب الحكومة أنها تقوم بكل شيء على المواطن التونسي أن يبادر أن يقوم بواجبه على ما هو أحد المترشح للدورة الثانية يتوازعون بين 228 مترشحا و34 مترشحا وحسمت الانتخابة في الدور الأول في 23 دائرة فازت فيها ثلاث نساء وعشرون رجلا وسط تفاؤل كبير بتحقيق مشاركة معتبرة هذه المرة أفقا لخريطة الطريق التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد عام 2021 يتنافس 262 مترشحا على 131 مقعدا من أصل 161 مقعدا في البرلمان الجديد انتخابات تشريعية تقود نحو مرحلة جديدة مرحلة يرسم فيها التونسيون بمشاركتهم مستقبل أفضل للبلاد والاقتصاد في الصومال أعلنت الحكومة مقتل 136 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية منهم ثلاثة قيديين وإصابة 98 آخرين في عملية بإقليم شبيل السفلة وكان الجيش الصومالي قد أعلن في وقت سابق مقتل 50 عنصرا من حركة الإرهابية في عملية عسكرية برية وتنوجوية أسفرت عن استعادة بلدة في ولاية جلمدغ وسط البلاد مضيفا أن العملية العسكرية تم تنفيذها بالتعاون مع الحلفاء الدوليين أعلنت إيران تصديها ليلة السبت إلى الأحد لهجوم بطائرات مسيرة على موقع عسكري في محافظة أصفهان وسط البلاد ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن بيان لوزارة الدفاع أنه تم تنفيذ هجوم فاشل المساء السبت باستخدام طائرات مسيرة على أحد المجمعات العسكرية تابعة لوزارة الدفاع وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية للمجمع أسقطت إحدى مسيرات بينما حوصرت مسيرتان وانفجرتا فيما لم يتسبب الهجوم في أي تعطيل لعمل المجمع العسكري ولم يصفر عن وقوع إصابات ختام النشرة الإخبارية للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة